السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب عاملين ايه اتمنى انتو تكونوا بافضل حال واتم صحة لما تيجي تبص المركاتو منشستر رونايتد تلاقي ان سرعة السلحفة اسرع من مركاتو منشستر رونايتد احنا هي معلم بنقدم عرض الصبح وبنلاقيه على نهاية اليوم اترفض وتاني يوم نكتشف ان احنا مقدمناش عرضه اصلا وانا ده كلام صحافة وانا اهتم بلاعبين وعلى منتصف اليوم بتلاقينا انهينا هذا الاهتمام او تم رفض اهتمامنا من الاندية الاخرى مع اننا اصلا احنا عارفين ان احنا لا اهتمينا ولا عايزين اللاعب ده ومش عارفين رأسنا من رجلينة بالنسبة لموضوع اللعب المالي النظيف لكن احنا خلاص رسميا وقعنا مع اول صفقة وهي اللي احنا لينا اسبوع اصلا انهينا في كل حاجة واعلناها رسميا النهاردة يا معلم وعشان كده احنا في الفيديو ده او انا في الفيديو ده هحاول اكلمك عن ذلك خاصة منتشتر يونايتد وفي اخر الفيديو هنتكلم عن اللعب المال النظيف بالارقام من خلال المرتبات اللعيبة منتشتر يونايتد وإرادات ومصروفات منتشستر يونايتد ومدى تأثيرها على اللعب المال النظيف بالنسبة لمتشتر يونايتد فالله بينا تصلايك للفيديو واشتراك في القناةAd معكم لكن محمود بدرام مجنون يونايتد والله بينا نتكلم عن اخبار يونايتد طبعا يا معلم احنا لنا اسبوع اصلا ان احنا مخلصين في ميسون مونت وان احنا خلاص اتفقنا على كل حاجة مع تشيلسي النهاردة بقى كان الاعلان الرسمي بعد الفيديو الوداعي اللي نزلوا مبارح ميسون مونت بالنسبة لجماهير تشيلسي النهاردة اعلننا عن اننا خلاص تعقدنا مع ميسون مونت وشفناه بالتشيرت بتاع مانشستر رونيتد وهو على فكرة حيلبس الرقم سبعة الرقم تاريخي بتاع مانشستر رونيتد واللي اللبسه قبله لعيبة كتير تألقت في الولد ترافورد واللي ممكن تقول برضو مؤخرا هو لعنة على مين يلبسه نتمنى ان ميسون مونت يعيد الى هذا الرقم بريقه ويتألق معنا في المباريات القادمة وفي المواسم القادمة اللي حيقضيها معنا طبعا هو مضى عقد بخمس سنوات ويقال ان ايريك تنهاج هو اللي اهداله الرقم سبعة او يعني في كده المفاوضات قال له انا حدي لك امعلم الرقم سبعة عشان يثبت له جدية مانشستر يونيتد ومدى اهمية التعاقد معه بالنسبة لمانشستر يونيتد يقال اني من خلال ويتول الراجل اللي شغال في الاتليتك اني الفلوس اللي حياخدها ميسون مونت هي 200 الف جنيه استرليني في الاسبوع تصل بالحوافز والاضافات الى 250 الف جنيه استرليني في الاسبوع وده نفس العرض اللي كان عرضه عليه فريق تشيلسي تمام يا معلم تمام ودي اول صفقة واول الغيس قطرة نيجي بعد كده بقى للاخبار احنا عارفين ان احنا قريبين من قنانا الحارس الكاميروني حارس الانتر شوف يا معلم احنا لنا اسبوع تقريبا برضو بعد ما انهينا موضوع ميسون مونت ويمكن من قبله احنا بنسمع ان منشستر رونايتد النهاردة هيقدم عرض البكرة هيقدم عرض منشستر رونايتد قدم عرض الانتر مش عاجبه العرض معرفش ايه وكلام كتير يا معلم النهاردة النهاردة تم تقديم عرض شافهي اللي هو انا رايح اكلمك كده بالبقى يا معلم تاخد فيه كذا اللي هو محدش يقدر يمسك علي حاجة اهو قدمت عرض وخلاص او لو حد زناني والله احنا مقدمناش عرض اصلا لانانا فليقال ان هو تم تقديم عرض شافهي من منشستر رونايتد بقيمة 39 مليون باوند 34 مليون هي قيمة الانتقال وخمسة مليون اضافات لانانا وتم يعني جس النبض بتاع فريق الانتر او نشوف ميتهم ايه يا معلم فبريزي رومانو قال لك ان هم يعني مش مهتمين اصلا بالعرض ده وهما عايزين 60 مليون يورو او 51 مليون باوند شاملة الاضافات بالنسبة لانانا فيقال ان منشستر رونايتد سيرفع العرض بتاعه بالنسبة لانانا من الاخبار ايضا اللي خارجه من المصادر الايطالية ان احنا مرتبطين باللاعب سوفيان المرابط سوفيان المرابط وقال ان احنا اتفقنا على الشروط الشخصية معاه على حسب المصادر الايطالية وان اللاعب هيكلف 25 مليون باوند بالنسبة لمنشستر رونايتد ولكن لم يتم تقديم اي عرض رسمي بالنسبة لفريقه جدير بالذكر ان احنا فعليا في يناير منشستر رونايتد طلب اللاعب للاعارة وان دي طبعا رفض في الاخبار برضو اللي خرجت في اليومين اللي فاتوا ان انت قدمت عرض ب35 مليون يورو لهويلاند المهاجم بتاع اطالنطا اللي انت مهتم بيه وان تم رفض العرض ده وان اطالنطا عايز 45 مليون يورو في اللاعب ده وايضا تم كلام تاني ان انت ممكن تودي اماد يلو كاعارة بالنسبة لهذا الفريق عشان تسهل موضوع ان هويلاند يجي لك الكلام اللي ظهر امبارح او يمكن النهاردة برضو يعني امبارح والنهاردة من مصادر تعتبر اوصق من المصادر الايطالية ان ما فيش اي عرض اصلا تم من خلال منشستر رونايتد على هذا اللاعب وان موقف اطالنطا حتى الان هم طلبين 60 مليون يورو فما فوق بالنسبة لهويلاند لكن ما تمش التواصل بشكل جدي او بشكل رسمي ما بين اليونايتد ما بين اطالنطا بحيث ان هم يتكلموا في سعر اللاعب او ايه اللي ممكن يحصل بالنسبة لهذا اللاعب دي كانت اخبار الانتقالات بالنسبة لمانشستر يونايتد طبعا في النص كان فيه طبعا الحارس بتاع فاينورد بيلو اللي تقال ان هو برضو مهتم به منشستر يونايتد وبعدين رفض فاينورد اصلا فكرة الانتقال الى اليونايتد هو مفيش اصلا يعني ايه فيه اهتمام لكن لا يوجد اي شيء ملموس ما بين الناديين من الاخر نخش بقى على حتة اللعب المالي النظيف احنا كلنا مدوشين اليومين دول في حتة اللعب المالي النظيف يا معلم انت لو دفعت 60 مليون باوند هتخش في موضوع اللعب المالي النظيف هتقع تحت طائلة قوانينه لا بس مانشستر ممكن يشتري هويلند وحارس فاينورد اللي هم التنين هيكلفوا برضو 60 مليون باوند حسب الاخبار اللي كانت طالعة ومش هيقع تحت اللعب المالي النظيف هو فيه ايه بالزبط هو ايه اللي حصل في اللعب المالي النظيف وقبل كده كان فيه كلام ان مانشستر يونايتد البدجت بتاعته 120 مليون باوند ده راجع ان هما ما يقدرواش يصرفوا اكتر من كده عشان قوانينه اللعب المالي النظيف وخرجت اخبار تانية لا مانشستر يونايتد الماكسمن بتاعه انه هم ممكن يصرفوا 260 مليون باوند قبل ما يقع تحت طائلة قانون اللعب المالي النظيف مين صح؟ واللي كان بيقول 260 كان بيقولك هي المشكلة الوحيدة بس في الملاك ان هما معهمش سيولة اصلا ان هما يصرفوا او كمان فوقيها الفلوس اللي عليك فاتحالا اكلمك في الموضوع ده وبالارقام بص اولا يا معلم اول حاجة اخدها عندك كده احنا علينا 650 مليون دولار صح؟ صح اللي هي ايه الفلوس اللي تم بيها شراء النادي اللي هو القرض اللي خدوا الجليزرز عشان يشتروا النادي بالفوايد بتاعته بالكلام ده بالحباشتكنات ده ده ملهوش دعوة باللعب المال النظيف دفعوه بتعود قطر لما اشتروا لما يشتروا منشستر رونايتد او يستحوزوا عليه او لم يدفعوه فهو ملهوش دعوة ولا اي تأثير في قانون اللعب المال النظيف او في البودجت بتاعتك ان هي تزيد مين اللي له دعوة في الموضوع ده التلتمية مليون باوند اللي عليك اللي هي بواقي فلوس على لعيبة اشتريتها انت قبل كده يعني لعيب اشتريته وعليه اقصات وكلام ده كله فانت عليك ميتين مليون باوند واجبة الدفع المفترض في الصيف ده فانت لو دفعت الرقم ده هو الرقم ده اللي هيخليك تتحرك وتقدر ان انت تزيد من البودجت بتاعتك وتقدر ان انت يبقى فيه وسع بينك ما بين قانون اللعب المالي النظيف او فلوس اكتر تقدر تصرفه تمام تمام طيب نيجي لمقال تقال وتكلم على حتة ستمائة وخمسين مليون دولار دي قالك بص ايه المقال ده ان احنا ازاي ممكن نزود البودجت بتاعتنا ونبعد عن اللعب المال النظيف وانا مش بحبز هذا المقال ولكن هنقوله للذكر بيتكلم عن فرق العملة ازاي ان انت عليك ستمائة وخمسين دولار دي عشان لجهات امريكية فهي بالدولار انما تعاملات مانشستر رونيت تكون لها والقوان بتاعته بتكون بالبود مع اختلاف سعر العملة ما بين اول السنة ما بين حاليا اني اللي سترليني بقي اغلى بالنسبة للدولار يعني كان الاول الدولار بيبقى بواحد وتمانين من المية من الجنين الاسترليني يعني اعتبرها واحد تمانين قرش بيب списع وسبعين قرش في كان لديه فرق اثنين قرش كده في النصف فلما تيدي تحسب وتضرب في مبلغ مسلا الستمائة وخمسين مليون دول لما تيدي تحولهم حتلاقي يعني المئة مليون مثلا في الاول كانت عاملة تمانين مليون ميت مليون دولار عاملة تمانين مليون استرليني فاتروح تلاقي لا هذا المئة مليون بقى دونوقتي عاملة تسع وسبعين مليون يعني فيه اتنين مليون طارف النص تمام فلما تيجي تحسب في الدين كله مع مش عارف ايه والكلام ده كله هتلاقي ايه فيه اختلافات الاختلاف ده يصل يقال ان هو يصل لحد العشرين مليون باوند او اكتر بشوية لكن هنا فيه حتة بقى محاسبية ايه هي ان انا الدين عندي يا اما حكتبه بالرقم بتاعه هو هو اللي هو بالدولار يا اما حكتبه بالرقم اليسوي قوي بالاسترليني وساعتها مش حقه تكون شوية اشطب بقى في الاسترليني واقول هو بدل ما بقي مش عارف كم بقي كم واقلب كم لا ده كده يبقى تلاعب تلاعب في الحاجات بتاعتي فهو الدين بيبقى ثابت لحد لما اجد فعه فانا الرقم الي عندي اللي مكتوب هو مكتوب على سعر قديم السعر القديم ده كان فيه الدولار قوي قصاد الجنيل الاسترليني وانا نفترض ان هو كان مساوي فبقي عليك بدل ستمية وخمسين مليون دولار هما ستمية وخمسين مليون باوند كان ده قد ده فانت بتكتبه كده لما تيجي بقى تدفعه وتلاقي ان انت بتدفع مثلا ستمية فقط لغير او بتدفع اقل من ستمية فده ساعتها هتكتبه كمكسب من فرق العمولات فيبقى ده موضوع مش هيدخلنا في اللعب المال النظيف خالص واحنا قلنا ان الرقم ده اصلا هو ملهوش علاقة سواء الدفع ولا ما تدفعش باللعب المال النظيف فده مقال نركنه على جنب ملهوش اي دعوة نجي بقى في الحاجات اللي لها دعوة فعليا بقانون اللعب المالي النظيف ايه الحاجات دي؟ اولا موضوع ان انت بتحقق خساير ولا ارباح وتاني حاجة الفلوس اللي انت بتكفحها في اللعيبة من شراء وزائد عليه رواتب اللعيبة والفوايد اللي انت بتكفحها لوكلاء اللعيبة ساعت لما بتشتري اللي هي الفلوس اللي بتخلص بيها الصفقة بمعنى اصح عشان الوكيل ياخد فلوس مش عارف المحامين فلوس والكلام ده كله تمام تمام نيجي بالنسبة للنادي وتحقيق الربح او خسارة تخيل ان احنا نحدد دلوقتي من بعد موضوع الكورونا احنا بنحقق خسارة في منشستر يونيتد لما تيجي تلاقي ان الربع التالت اه الربع التالت اللي هو معناه من شهر 12 اخر شهر 12 يعني اول شهر واحد السنة دي لحد 31 تلاتة 31 مارس الربع التالت بالنسبة لمنشستر يونيتد اتقالك ان انت حققت فيه كتوتل ارادات مش عارف زائد 11% حققت في المطش دي اللي هو الارادات من المباراة زيادة ومش عارف من اين زيادة وهكذا وده راجع لانك لعبت مطشات كتير وكلام ده كله احنا محققين ارادات في الربع التالت 170 مليون جميل جميل مصاريف التشغيل بتاعتك اللي هي انت صرفتها على النادي عشان يحقق هذه الارادات 176 مليون فانت محقق خسارة هتقول لي بستة مليون لكن هي بعد بعض الحسابات وبعض مش عارف الاضافات وخلافه هي خمسة مليون وستة من عشرة يعني خمسة مليون وستمائة الف بالنسبة للربع التالت فقد لا غير وده طبعا افضل من الربع التالت في السنة اللي فاتت اللي هي 2022 لان انت في 2022 في نفس المدة دي حققت 27 مليون جنيه خسارة اما بالنسبة للسنة ككل المالية من بدايتها لحد 31 مارس خلي بالك لحد 31 مارس الربع الرابع لسه مكتشف لسه ما تمش الكشف عنه حيتم الكشف عنه في شهر تمانية او في شهر تسعة تمام انت محقق كام يا معلم انت محقق خسارة بمقدار 25 مليون وانت السنة اللي فاتت كنت محقق خسارة بقيمة 44 مليون يعني انت بتتقدم لقدام ولكن ما زلت بتحقق خسارة في النهاية طيب ده ممكن يكون موضوع هو ملعبك شوية بالنسبة لك وخمس سنين ومعرفش ايه فيه موضوع اسهل بقى وهو موضوع مباشر في موضوع اللعب المالي النظيف وهو اجور اللاعبين تعال نبص لاجور اللاعبين في منشستر رونايتد مع نهاية الموسم مش ده لا اللي قابله اللي هو 21-22 منشستر رونايتد دفع اجور لاعبين بحوالي 244 مليون اجور فقط لا غير احنا مش بتكلم على المبالغ اللي انت اشتريت بها اللاعبه مش بتكلم على سعر الانتقال لا انا بتكلم على الفلوس اللي انت بتدفعها مرتبات فقط لا غير بالنسبة للعب انت دافع 244 مليون جميل جميل تيجي بقى بنهاية الموسم ده اللي هو 22-23 انت دفعت كام انت دفعت 230 مليون طيب ايه الفرق اللي حصل اللي هو حوالي ال 14 مليون هما اقل من 14 مليون 13 وكسف بس اعتبرهم 14 مليون اولا ان انت عندك رونالدو خد نص موسم فقط لا غير رونالدو بياخد 26 مليون منك خد 13 فقط لا غير مع اضافات بعض اللاعبه وبعض اللاعبه اللي رحلت من عندك وخلافه بقى الفرق من 244 ل 230 جميل جميل يا معلم ونعتبر ان هي فلوس رونالدو فقط لغير اللي هو نص موسم ما خدش الموسم كامل طيب انت داخل على 23-24 جميل جميل ايه اللي انت داخل به او الرواتب اللي انت داخل بها الرواتب اللي انت داخل بها على 23-24 هي 193 مليون لرواتب اللاعبه طيب ايه الاختلاف اللي حصل اولا ان احنا شلنا راتب رونالدو خالص انت دفعت له وقلنا لك نص طبعا يعني دفعت نص موسم ب13 مليون هتشيله من 230 هتشيل دافد دخيل اللي هو مش لعبك حاليا واللي بياخد توتال في السنة حوالي 20 مليون 375 الف حوالي 19 وحاجة يعني يقول 20 مليون مع ازالة سابتزر فيجورتز جونز 20 زيبي واللعيبة كلها اللي رحلت من عندك مع تعليت بقى اللي هو طبعا عندك تعليت جارناتشو في فلوس وتعليت دالو في الفلوس لكن ال 193 دول مش داخل فيهم راتب مين عمك ميسون مونت لسه متكتبش تباحهم لما نيجي نضيف راتب ميسون مونت يبقى ايه 10 مليون لو افترضنا ان هو بياخد 200 الف فقط لا غير 10 مليون يبقى انت عندك 200 و 3 يبقى انت عملت فرق من الموسم اللي فات الموسم اللي قبل من الموسم ده نزلت من 244 الى 200 و 3 ده فرق كام يا معلم فرق كبير جدا فرق 41 مليون او حتى لو هنتكلم عن الموسم اللي فات انت عمل فرق 27 مليون اللي هو نهاية الموسم اللي بداية الموسم فقد لا غير فاهم الحتة دي اللي في النص اللي هي الصيف فقد لا غير فده بيديك المجال ان انت تدفع ان انت تشتري ان انت تكون بعيد عن اللعب المال النظيف وعشان نفهم لك برضو الموضوع وسهله عليك بشكل كروكي تعال نحسب الموضوع بالنسبة للعب المال النظيف انت لما بتجي تحسب لاعب بتحسبه على خمس سنة فلوسه على خمس سنة بيبقى ايه اللي بتحسبه تمن اللاعب بلص او زائد الاجور بتاعته فميس المون تمكلف كام في السنة على منشوط ترونيتي خمسة وخمسين مليون اللي هي قيمة الانتقال عشرة مليون اللي هما بيدفعو في السنة تمام حسيبك من الخمسين اللي هي الزيادة اللي هي ممكن وتوصل تلتاشر اللي هو البونس يعني تحقق او الآن تحقق احنا ناخد الراتب الاساسي والفلوس الاساسية بدون اي اضافات يبقى هو عنده 10 مليون وعنده 55 مليون عشرة مليون كل سنة بياخدها يبقى احنا هنقسم الخمسة وخمسين مليون على خمس سنين يطلع لنا 11 الحداشر نحطهم على عشرة يبقى ميسم ما وانت مكلف عليك 21 مليون في السنة لمدة خمس سنين ده اللي هيكتب تبع اليويفا بعد كده هيتشال طبعا اللي هي الفلوس بتاعته اللي هي انت اشتريته بيها وهيمشي معاك الراتب بتاعه فقط لغير في الموضوع ده فلو نيجي نفترض مثلا اني السقف مثلا بتاع الفير بلي اللي هو اللعب المالي المظيف مثلا هو في السنة وانا بتكلم ع السنة الواحدة خلي بالك عشان الموضوع حيلف معاك هنا ع السنة الواحدة لو نفترض ان انت اخرج 300 300 مليون او خليها 400 مثلا ان انت في السنة 400 ده اجور لعبين الانت 193 اللي احنا تكلمنا عليهم او 203 اللي احنا تكلمنا عليهم زائد الفلوس اللي انت الشراء طبعا فلوس الشراء بما انك هتشتري لعبة تانية فانت حضيف تاني فانت حتحط تاني فانت حتحط وجور واخلاف وكده فانت مثلا السقف عندك انه هو 400 مثلا وانت بتدفع 370 في فرق 30 ما بين الاتنين ما بين اللاعب المال النظيف والفلوس اللي انت بتدفعها ده معناه ايه بالنسبة للصيف ده معناه يا معلم ان انت تقدر تشتري لعب بمئة مليون والراتب بتاعه يكون 200 ألف ازاي يا عم انت تتكلم ازاي هقولك ان انت عليك 400 مليون كل سنة بتدفع منهم 370 جميل يبقى باقي فرق 30 مليون 30 مليون دول على خمس سنين عشان توصل للربعمية يبقى كل سنة بتدفع الربعمية اللي هو 30 مليون يعني 30 مليون في الخمس سنين بقيت بمية وخمسين مية وخمسين لما تشتري لعب بمية مليون بافترض ان انت بعد كده في السنين هتزبطها الربعمية اللي بيمشي قد اللي جاي تمام والفلوس قد اللي رايح اللي بتصرفه قد اللي بتجيبه والكلام ده المهم يعني هيبقى 100 مليون تمام بلص 200 اللي هم المتين قلنا عاملين 10 مليون عشرة في الخمس سنين بخمسين مليون خمسين والمية يبقى 150 لما نيجي نقسمهم على الخمس سنين هيبقى عندك كام 30 مليون اللي هو ده الفرق ده محاولة بشكل كروكي عشان ما تاخدهاش يعني ان هي احنا بيتقال ان احنا ممكن نصرف 60 مليون فيبقى احنا عندنا ممكن نجيب لعبين بـ 22 مليون يا معلوم لا هو مش معروف اصلا الستين مليون حتى الام محدش قال لك الستين مليون دي هل هي بالشكل اللي أنا بقوله لك ده ان هو انت ستين مليون اللي فارق بينك ما بين اللعب المال النظيف في كل سنة ستين مليون انت فارق حاليا ولا انت في التوتل كله ستين مليون اللي هو انا الموضوع هي ستين مليون لما حنيجي نقسمها بقى مع موضوع اللعب المال النظيف بيبقى ساعتها احنا وصلنا الليفل نقسمها على خمس سنين يعني انت عايز تصرف اتناشر مليون يعني انت تبقى تكلفة لعب اتناشر مليون بالنسبة لك في السنة في الخمس سنين اللي جاية مش معروفة مبهمة حتى الان لاني محدش اتكلم عليها قالك هي دي ولا دي ستين مليون هتتقسم على خمس سنين بالنسبة للعب المال النظيف ولا هي خاصة بكل سنة يعني بالسنة الواحدة فردية ستين مليون لو خاصة بسنة واحدة فردية انت يبقى تصرف يا معلم تجيب لعبة بمتين مليون والأجور بتاعتهم ربعمائة ألف تصفيها زي ما تصفيها بقى لعب بمية ولعب بمية وده بياخد متين وده بياخد متين ده بياخد تلتمية ده بياخد مية ده بياخد معرفش ايه ده بياخد معرفش ايه ده بكم ده بكم لا ستين مليون لخمس سنين بقى تعدك 12 مليون غير بيعك للعيبة لكن أبو نهية لو تم الاستحواز على النادي وتم دفع الفلوس المتأخرة على هذا النادي من عمليات شراء سابقة ده حيأثر عليك بشكل مباشر جدا على موضوع اللعب المال النظيف مع تأثير ان معدل الأجور بتاع منشستر يونيتد انخفض على الأقل ما بين نهاية الموسم 22 23 لبداية موسم 24 23 24 حتى الآن بصفقة ميسون مونت بنسبة 27 مليون في الرواتي دي النسبة اللي تم طبعا مع تجديد عقد راشفورد طبعا النسبة دي حتعلة تاني لان احنا بنكلم على رقم القديم بالنسبة الراشفورد اللي هو بياخد اقل من سانشو اقل من مارسيال والمفترض انه هو ياخد اعلى منهم لانه احسن منهم وطبعا لو تخلصت من سانشو ده ثالث اعلى مرتب عندك موجود في منشستر رونايتب ب350 الف في الاسبوع فانت متخيل وعندك طبعا مارسيال اللي بياخد 250 الف ارقام احنا بندفع ارقام خزع بالية يا معلم فاعتقد يعني ان انا ممكن اكون قربتك شوية من موضوع اللعب المالي النظيف وخايف ان انا كل اخبطك بس انا حاولت ان انا اضيف لك ووضح لك موضوع الرواتب المؤسرة وايضا موضوع البيع والشراء اللي ممكن يبقى مؤسر وإيه الدين المؤسر بالنسبة لموضوع اللعب المالي النظيف في النهاية ده كان كل اللي عندي عم اخبار منشستر رونايتد وتحديدا اللعب المالي النظيف وصفقتنا الاولى اللي نتمنى ان هي زي ما قاله اريك تنهاج يكون لعب مهم لهذا النادي يكون لعب مهم وبحد احسن لعيبة قدرت تحمل الرقم سبعة بالنسبة لموضوع سطر رونايتد اتمنى ان اشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته